بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الثاني لمقرر النظم بالمعالج الضقيق في الجماعة مع Anواع العمليات في المعالج الضقيق نشوف مع بعض نقول عندنا جماعة 3 أنواع أساسية من العمليات عندما نتكلم عن المعالج الضقيق هنتكلم عن 3 أنواع أساسية من العمليات اللي بتتم دي هما إيه؟ Micro processor initiated operations Internal operations Preferal initiated operations بمعنى إيه جماعة؟ بمعنى عمليات بيبتديها المعالج هو اللي بيبدأ بيها وهو اللي بيقوم بيها وهو اللي بيعمل starting لها Internal operations عمليات داخلية Preferal initiated operations معناها عمليات اللي بيبتديها أجهزة ملحقة بالحاسب نكمل كلامنا مع بعض وهنخصص الكلام عن الماكرو بروسسور initiated operations أو العمليات اللي بيبتديها الماكرو بروسسور طيب بيقولك في عندنا أربع عمليات أساسية بيقوم بيهم هم إيه؟ يعني إيه بيقوم بيهم؟ يعني هو اللي بيبتديهم itself starts يعني بيقوم بيهم بنفسه طيب هم إيه جماعة؟ بنقول الميموري ريت عارف يعني إيه ميموري ريت؟ صح مظبوط كراءة إيه؟ للذاكرة ها؟ ميموري ريت الكتابة في الزاكرة إنبوت أوبوت ريد الكراءة من الإنبوت أو الأوبوت وكلمة كراءة معاناها جيت data from an input device وإنبوت أوبوت ريت الكتابة عن الإنبوت والأوبوت device ومعناها إن أنا ببعد data للأوبوت device send data to an output device تبقى اتفقنا مع بعض دول الأربع عمليات الأساسية اللي بيقوم بيها الماكرو بروسوسور عشان كده بيسموها ماكرو بروسوسور إنشياتي ديوبريشنز عمليات يبدأ بها يقوم بيها self start يقوم بيها هو بنفسه طيب نكمل كلامنا وبنقول فيما يتعلق بالماكرو بروسوسور إنشياتي ديوبريشنز بقولك ملحوظتين مهمين جدا إيه هما؟ بيقولك الماكرو بيعامل الزاكرة بنفس طريقة معاملته للإنبوت والأوبوت بالضبط ما بيفرقش ما بينهم يعني إيه؟ يعني لما بيجي يبعت data للإيه؟ ليه؟ الإنبوت أو الأوبوت بيعتبر كمان أو بيشبه بعته كأنه بيبعت بالضبط للميموري لوكيشنز أو مواقع في الزاكرة يعني ما بيفرقش ما بين الإنبوت أو الأوبوت وبين الميموري نرى كلمة تندل مع بعض بيقولك إيه؟ It is important to note إذا تخلب لك من المهم أنك تلاحظ كده إن الماكرو بروسوسور تريد سي ميموري and Input أو الأوبوت ديفايسيز بيعامل كل من الزاكرة والإنبوت أو الأوبوت بنفس الطريقة يعني لما نيجي نبعت للميموري كأنه بالضبط بيبعت للميموري بص كده معي Input and Output Devices simply look like ببساطة بيشبه بالنسبة له بيشبه من الميموري لوكيشنز to the macro processor نفس الشكل ما فيش أي تعديل أو أي تغيير تمام؟ تمام طيب، الملحوظة رقم اتنين بقى مع بعض بنقول إيه بقى؟ بنقول طيب، إزاي يتم الاتصال ما بين الماكرو بروسوسور والأجهزة الملحقة؟ بقولك بيتم الاتصال ما بين الماكرو بروسوسور والأجهزة الملحقة بثلاث خطوات أساسية إيه هما؟ نقول مع بعض The communication process between the microprocessor and briefly devices consists of the following three steps نتكون الاتصال ما بين المعالج والأجهاز الملحق من ثلاث خطوات أساسية إيه هما؟ بقولك أول حاجة تحديد العنوان تحديد العنوان Identify the address يعني إيه؟ أحدد عنوان الجهاز اللي أنا هبعث له The identify the address رقم اثنين transfer the binary information يعني أنقل بقى المعلومات البايناري وصورها بايناري للجهاز ثم Provide the right timing signal أدى بقى شرط التحكم المناسبة في الوقت المناسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا